طبعاً الوضعية في بلادنا هذا وضعية صعبة صعبة عامة وزادها صعوبة هذا السلوك للحكومة الغير مسؤول في الحقيقة في التعامل مع وضعية التعليم في بلادنا نحن في شبابة العدوة التنمية سابقاً منذ بدات الحكومة كنت تشتغل العدوة في التعليم وكنا ننبه بداية نبهنا إلى خطورة اعتماد منطق فرنصة التعليم ثم ننبهنا وناضلنا من أجل أن تتوقف الحكومة على إقصاء عدد كبير من الشباب المغربي من حقهم في الوظيفة العمومية من خلال تسقيفها للسن الولوج المباراة مباراة الأطور الأكاديمية وهي ما زال مستمرة في ذلك اليوم وصلنا الوحد للمرحلة فيها أولادنا أولاد المغاربة هذه الشهر ما تقراش تقريباً في احتجاجات عارمة وحقيقية حقيقية وإضرابات عامة في المدارس العمومية ثم في مقابل ذلك كان واحد سلوك غير مسؤول عند الحكومة أولاً لأنها تعاملت بلا مباراة في البداية ثم باستفزال وهذا الشيء في الحقيقة لن يكون في صالح من ضمتنا التعليمية ولدتنا ذبرت يضيع خصوصاً للوليدات ديال التناوي وضعيتهم صعيبة لأن الوليدات اللي في التعليم الحصوصي غادي في اتجاه الناس مستمرين في دراستهم وكان هذا الامتحان النهائي غيكون فيه تأثير لهذا الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها أولاً أنها كان حل واحد الآن هو أن الحكومة أن تعلن جميع النظام الأساسي ودخل في حوار مسؤول وحقيقي مع الممتلين ديالرجال التعليم والممتلين ديالأطفال يعني جمعية الأباء من أجل أن يكون نظام أساسي حقيقي يحفظوا للرجال التعليم كرمتهم ويحفظوا لهم ظروف الاشتغال المناسبة لأنه أن يشتغلوا رجال التعليم في ظروف مناسبة هذا يعني أن التحصيل العلمي ديالوليداتنا سيكون في مستوى أعلى اليوم الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية غداً لقد غداً يجب أن يكون بمخرج واحد هو أن تعلن الحكومة ورئيس الحكومة بشكل مسؤول عن جميد هذا النظام الأساسي لأنه هو السبيل الوحيد لأنه إذا رئيس الحكومة يتكلم على التقى يتكلم على الحسنية يجب أن تبدأ من عنده ويجب أن تنطي لقى من عند الحكومة ويجب أن يعلن تجميد نظام الأساسي ثم يمروا لجوالات الحوار من أجل أن يتم يعني صياغة نظام أساسي كفير بأنه يجود من المدرسة العمومية ولا سبيل لتجويد المدرسة العمومية إلا من خلال تجويد ظروف اشتغال الأستاذ اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على الزر اشتراك